صبع الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. انا جاي اعمل فيديو على السريع كده بس. مش هجاب على كل رسالة النهاردة ده لكن خليني بس اخد رسالة الاخ ده علشان زعلان. الاول يعني عشان فيه موضوع مهم تاني هندحك شوية ده. استاذ خزردي اعتقد يقول السلام عليكم. بشكل اصح انا لسه اكتشفت ميول او تفاصيل ميولي منك لان ميولي كان شيء من صغري. اي المهم هو بيقول كيف اقدر اتزوق خاضعة او بالنصح كيف اقدر اتعرف على خاضعات واعرف البنت اللي تناسبني. انا لسه اعرف. انا لسه عارف يعني هو كل ما كنت اعرفه قبل كده. ان احب اكون مهيما وكنت اشوف ده غريب. فاتمنى تسعيني. على فكرة الهايمنة. اه الهايمنة ده الراجل ده شيء طبيعي ما شيء غريب يعني. يعني الجزائي دي في بي جي اس ام هي عمره ما هتكون شيء غريب لان دي طبيعة الراجل اصلا ان يكون مهيما على السد. ان هو قوام على السد. لكن يمكن هو الحاجات الخاصة جدا با اعلم بي جي اس ام او بين الناس اللي عندهم يقول هي بعض مبارسات بي جي اس ام فقط لغير. بعض مبارسات بي جي اس ام اللي هي يعني ما 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 ينفعش اي حد تتمارس معي لازم خضيع او ماستر اي حد تاني ما يدخلش فيها. وما يحشرش مناخيره فيها. اما انك ازاي تتعرف يعني انا ما اقدرش اقول لك اتعرف في مكان او ما اتعرفش في مكان يعني. مش هادر قوليك مكان معايد. لكن تقدر تعمل زي. اصنع خضي عطق. معنى ممكن تقدر تدخل اي علاقة تدخلها فتحاول تفتجوه بالشخصية اللي معاك. هل ازا كان او تقدر تطلع ازا كان عندها ميول دفينة او لا. في شخصيات كتير عندها ميول وهي ما تعرفش. والشخصة اللي ما عندهاش ميول عادي. الميول دي ما نفعش تدخل جوه شخص بالعافية غصب عنه او تتمارس على اي واحدة بالعافية وغصب عنها. لا. انت استكشف بنفسك لازم تستكشف بنفسك الشخصية اللي معاك. ان ارتبطت بواحدة تقدر تستكشف ازا كانت هي جواها ميول زي ميولك او لا او النص اللي يكملك او لا. فحاول تستكشف ده في اي واحدة تقدر تدخل معها علاقة. يعني تبقى قاعدة كده لزيزة تتكلم صراحة جدا. اه انا شخصيتي فيها واحد اتنين ثلاثة فهل ده ينسبك او لا. ما فهاش اي مشكلة على فكرة. والله الموضوع تمام ويناسبني وانا بحب كده. كويس جدا ابتدي علامها. كل شيء بنفسك واعودها عليك. ده اللي هقدر افيدك فيه انما انا ما اقدرش اقولك روح ما كان معين اتعرف عليك هذا ده. لا لا ما انفعش. آآ هتقع كتير وهتكرهني. فبلايس. اعمل اطلاق عليها دي وان شاء الله ربنا هيرزقك كده واحدة تكون قويسة وانثى بمعنى الكلمة. انثى بمعنى الكلمة. تعرف يعني ايه راجل يعني ايه ست تقدرك وتكون عندها الميول بتاعتك. طيب الموضوع اللي انا جاي يتكلم عنه نهار ده ايه? ان فيه هجوم آآ جيصي. بيتم الهجوم عليا. هجوم جيصي شنيع من النسويات. فجالي التعليق بصراحة انا آآ يعني متع نفسه مضحك بسببه. طيب خلينا نشوف فين التعليق ده. بتقول عني ان انا بهبد وآآ وان عمرها ما شافت حد بالاقلية دي يا السلام. عمرها ما شافت حد بالاقلية دي. نقطة. يعني دي حاجة لوحدها نقطة. قالوا لي عليك. والكلام اللي عمال نازل فيه على المرأة واستعبادها. ايه? طب ما هتجميلنا الكلام ان انا اتكلمت فيه على المرأة واستعبادها. وقال ايه? تروضها واخضعها. طب يعرف اكتبي الاول بعد اكتب اتكلمي وانتقضيني. واخضعها. ليه بقى ان شاء الله احنا في عصر السلطان عبد الحميد. طب وانت مالك. انت مالك. مين قال ان انا بالكلام الخاضعة او اخضاع ازي المرأة. بتفهم مني بتقريه? هل تفهمين ما تقرأين وما تسمعين? عن عامري بقولت اخضاع المرأة. ودائما بتكلم عن اه اه عن ان غلط اخضاع المرأة عنوى. المهم. اه انا في عالم السلطان عبد الحميد والجواري. ولا مش عجبه. انت مالك. انت مالك. حشرة ما نقول لك ليه انت ولا زيك? الله العظيم. حاجة غريبة جدا. دخلت شفت قناتك اخر هبد ومسخارة. طب وانت ايش هعرفك انه هبد? او انت بش بتقول انك ضد اعلام بدي سم ايش هعرفك انه هبد? طيب نكامل. اه وكلام ما فيش عائل على وجه الارض ومين قال لك ان انا عائل. اه يقبلوا له على نفسه وعلى على اهل بيته. وانت مالك وما الاهل البيت وانا مالي وما الاهل بيتك انت انت مالك. انت اهل بيتك انت يعني اه الستة اللي انت متجاوزيها قصدي يعني دكر اللي انت متجاوزيها انا مالي ومالي. انا مالي. هدى عليه خليه خاضع. حدى قال لك انت خوني خاضعة. يعني حدى قال لك خوني خاضعة. حدى اخضائك عنوى? انت مالك. انت مالك يا بني ادم. نكمل. اه دي مالي المجنونة اللي تقبل بوضع مزري زي ده او حد بالاقلية دي. اللي بتقبل لو اللي بقبله الكلام ده انت لو شفتيهم وعرفتيهم. يعني هتموتي بحصرتك لباقي عمرك داخليا. طيب دخلنا نكمل نشوف ايه باقي الرسالة بتاعتها. بعد جزئين انا جاي اعمل على الفيديو. عشان اواريكم العقليات دي والله لا بيفهموا اللي بقرؤوا ولا بيفهموا اللي بيسمعوا وبيتكلموا. كده. وبتكلموا كلام ملوش اي ستين لازمة. طيب بتقول رحت وكتبت الكلام كل هبد علي انا يعني كل هبد في هبد الويكيبيديا. تمام? انا كتبت الكلام في ويكيبيديا. فاكرني مش عارفة. وانا فاكرك ليه انا عارفك قصة انا بيت انت. جراولاية في ايه? لما بحثت عن وهمة وهبد على وقريت او قرأت يعني المحتوى اللي فيه ويكيبيديا. هو اسمه ويكيبيديا على فكرة مش ويكيبيديا. ماشي ايش انت بيعارفة بس معلومة بس مش اكتر. عرفت انك انت او او احب عقليتك حط معلومات كلها سم ورجعية. قال ايه عقاب الشمع والتلج والشطة. احنا برضو لو مقضينا صرمحة يا ولية. يا ولية احنا برضو لو مقضينا صرمحة يا ولية. انا درس علم نفسه والله اشوك. ولا انت لو درس بشيلن عرف علم نفسك وانت فهمت اللي بتقريه ولا بتسمعي. اشوك. وشغلة حوائية في مجلس المرأة طيب انت لو هم بيشغلوا حوائيات في مجلس المرأة ما بيعرفوش اكتبوا كلمتين على بعض تبقى دي فعلا مهزلة بمعنى الكلمة. ولو هم بيشغلوا حقوقية في مجلس المرأة ايه ما بتفهمش كلمة بتسمعها ما بتفهمش كلمة بتقراها تبقى دي مشكلة كبيرة جدا دي مش مشكلة وبس دي جريمة. دي جريمة. وحسبك واقفل القناة وارسل ويكيبيديا تمسح الهابتة هترسل ويكيبيديا يا السلام على السلطة. طيب يقفل القناة انا عايزك تقفل القناة. هي بتقول او الشخصية دي او الشخص ده يعني. شوفت علشان اعرفكم ان الناس دي ما بتفهمش اي كلمة بيسمعوها او بيروها. رغم اني ايل في الفيديو الكلام ده. اي نوع من انواع الحياة. حرف الاس. ايه معنى حرف الاس في بي دي اس ام. وخليني انوه تاني للمرة المليون لو انت اول مرة تشوف كلمة بي اس ام او حروف بي دي اس ام. لو سمحت لما تعمل بحث على جوجل ما تاخدش اجابة ويكيبيديا في الاعتبار. لان احنا هنا عايزين نشكل حتى لو كان الغرض من شيء معين. هو شيء ما يناسبناش. فاحنا هنا عايزين نشكلها على شيء يناسبنا احنا. طيب حرف الاس معنى. طب تعالوا بقى نبص على الفيديو ده كمان. شغل الفيديو. ده التعريف اللي مكتوب على ويكيبيديا. اللي انا دايما بحجمه. وبقول دايما انا بحاول اغيره. ده التعريف. طعب خلينا ننزل تحت شوية كده. تمام تمام ننزل كمان 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 كمان. نقف هنا ثواني. مكتوب تحت هنا اسم الشخص اللي ضايف التعديل او اخر تعديل او اسم الشخص لنشر الكلام ده. او لنشر الكلام ده. اسمه ايه? جيربوت او جاربوت تقريبا حاجة زي كده. او اخر تعديل من ثلاث شهور طيب. تعالوا نفتح كده. دي بقى كل التعديلات اللي تمعت على. تعريف بدي اس ام اللي على ويكيبيديا اللي تغيرش اصلا. طيب. تعالوا نشوف الاسامية اول واحدة جاربوت او جاربوت. والتاني واحد اسمه اه محمود. وفي حاجات تانية. طيب ننزل 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 ننزل. بس وقفنا. انا وينتر كوفي ووف. ده انك ننبتاعي على ويكيبيديا. تعالوا بقى نشوف انا كنت بحاول اغير واقول ايه? وخليكم هنا ملاحظين. شوفوا. انا التعريف اللي انا كنت بعدله. وما تقابلش. شوفوا. واصل لكام? ربعمية ستة وتمانين. انا مش فاهم ده ايه بالزلط. بس اعتقد ان دي الزيارات. الزيارات اللي دخلت على التعريف او تعديلي. انا الشخص اللي ما تقابلش اصل هنا على ويكيبيديا. تعالوا نفتح التعريف بداعي. افتح التعريف بداعي. طيب. ننزل بقى الحطة الخضرة دي. ده التعريف بداعي. تمام? سبت الحطة الاولانية زي ما هي. وكتبت بديس ام هو على متكامل او اسلوب حياة بين طرفان لا يجبر عليه. احد ولا يبنى على جنس جما يعتقد البعض. هو عالم مبني على قواعد وقوانين قبل اي شيء. وهناك شرح كامل لهذا العالم لأول مرة باللغة العربية على يوتيوب من وينتر كوفي اللي هو انا. وتذكر ان هذا العالم لاصحاب الميون. يعني مش ليك. مش لمك. مش لجوزك. مش لاختك. لاصحاب الميون فقط لغير. السيطرة في العلاقة والخضوع في العلاقة فقط. ده التعريف اللي انا كتبته على ويكي بيديا وما تقبلش للأسف. وظاهر في الواجهة التعريف المكتوب من الاول اللي مش عارف مين اللي كتبه. ده بقى يا حلوة. يثبت للناس ان انتم لا بتفهموا اللي بتيروه ولا بتفهموا اللي بتسمعوه. انما انتم زي مع العنوان مكتوب بالزبط. كلامكم كله كالجويس الفارغ. لما اغزيان على الكلمة. وعقلياتكم مريضة. وانتم اللي لازم تتحسبوا وتوافوا عند حدكم لان انتم بتهدموا المجتمع وبتهدموا الاسر المصرية والعربية. وفيه كلام كتير انا هكلم عنه بسببكم. لان انتم سبب فيه خراب تلات اربع البيوت المصرية بالتحديد الايام دي. وهكلم التفصيل عن اللي بتعملوه وعلي بيخصل في فيديوهات جاية ان شاء الله. واشوفكم مرة الجاية.